أكبر آخر Economist Economist طبعا إحنا عرفين أنها مجلة دولية بتصدر تقارير عن الاقتصاد في دول كثيرة جدا وبتتكلم على المؤشرات وبتتكلم على المؤشرات في هذه الدولة متعلقة بمؤشرات الاقتصادية Economic Indicator Indicators هل هي إيجابية ولا سلبية في مختلف مجالات يعني الحقيقة أنه Economist طلعت تقرير مؤخرا عن الاقتصاد المصري وعن المؤشرات الإيجابية وكل كلام التالي اللي هقول لحضراتكم ده نقلا عن هذه المجلة فحضراتكم تقدروا تعملوا search على الإنترنت هتلاقوا Economist في آخر تقرير لها صدر بخصوص الاقتصاد المصري ذكرت التالي اتكلمت أنه هي كلمة على مجموعة مؤشرات أعتقد هم في مجموعة خمس مؤشرات كلمة على التطورات الاقتصادية قالت أنه الرئيس عبدالفتاح السيسي عمل تطورات اقتصادية بأنه بسير بطريق استمرار جهود الإصلاح السياسي والاقتصادي لغاية عام 2022 وأنه ده ترتب عليه انخفاض في معدلات البطالة وتزايد النمو بشكل واسع النطاق ليه؟ يعني هي كتبة السبب في ده لأنه ليه البطالة قالت؟ وليه عندي نطاق اقتصادي بيتوسع؟ لأنه أنا عندي مشروعات زي ما حدتكم شايفين مشروعات بنية تحتية الدولة بتنفذها عندي العاصمة الإدارية عندي مشروعات عندي حاجات بناء عندي بنية تحتية كتير بشتغل فيها كل ده معناه ايه؟ معناه تشغيل العمالة يعني تقليل معدلات البطالة المجلة كمان متوقع تضاؤل في العجز المالي من 10.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2016-2017 إلى 7.1% يعني ننزل من 10.4% ده عن 2016-2017 إلى 7.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلينا نروح لمؤشر آخر اتكلمت عنه economist وهو الاستقرار السياسي أيلة بخصوص موضوع الاستقرار السياسي أنه بعد مواصلة الرئيس السيسي التركيز خلال فترة رئاسته على التنمية الاقتصادية فإنه من المتوقع أنه ما يحصلش أي تغيير في السياسات الداخلية في ظل الحكومة الحالية وفيه اتجاه أيضا أنه يعني فيه اتجاه أنه البطالة كمان معدلات البطالة تنزل برضو تكرار مرة أخرى لهذه النقطة وعدم تكرار حالة عدم الاستقرار التي سادت البلاد خلال أحداث يناير بحسب وصف إيقونيست ومتكلمة أنه من المتوقع الحفاظ على توجيه السياسات المؤيدة لقطاع الأعمال من جانب رئيس الدولة والعمل على تعزيزها وده هيقلل الحد الأدنى من الشكوك اللي بتواجه الشركات خلال الفترة الانتقالية محور تاني متكلمة عنه برضو محور تالت بقى خلينا نقول وهو مكافحة الإرهاب طيب اتكلمت على أنه الدولة المصرية شغالة فيها عملية مكافحة الإرهاب واتكلمت على فكرة انهيار تعاطف الرأي العام مع جماعة الإخوان المسلمين بمعنى أنه دعوات المعارضة للقيام بعمل جماعي ضد الحكومة اللي هي فكرة تسخين الشعب وتهييج الرأي العام وأنه لازم ننزل الشارع ولازم نعرفش نعمل إيه فإيقانومست قيلة أنه الأفكار دي اللي كانت الجماعة الإسلامية بحسب وصفها المعارضة كانت بتحاول تنشرها بين أبناء الشعب المصري أنه لم يعد يلقى قبول وأنه ده بيعكس الخوف العام من أن يؤدي تغيير النظام بالقوة إلى المزيد من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي يعني ما معناه أنه فيه توجه عام عند الشعب أنه أي فكرة دلوقتي للكلام عن تغيير أو كلام عن معارضة أو ما إلى ذلك ده ممكن يرجعنا تاني لفترة لما بعد 2011 وتاني بقى فكرة اللخبطة والتظاهر السياسي والاقتصادي متكلمة كمان المجلة بعد المكافحة الإرهاب عن العلاقات الدولية هنا متكلمة فيها بتقول أنه في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الدولة حفظت على العلاقات الودية مع الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وقايلة أنها قامت ببناء العلاقات مع روسيا والصين والسعي إلى تأمين أقصى دعم اقتصادي من دول الخليج خصوصا أنه تلك الاستراتيجية كانت مجدية خلال فترة ولاية الرئيس السيسي الأولى في الأربع سنين الأولى وأنه مصر طورت في الفترة الأخيرة علاقتها مع إثيوبيا بشكل كبير وموسع تطوير السياسات كمان متكلمة على وده الاتجاه الخامس أنه السياسات الاقتصادية مركزة على الإصلاحات الهيكلية المالية المرتبطة بالأعمال التجارية بالإضافة إلى موافقة صندوق النقد الدولي خلال نوفمبر 2016 طبعا على تسهيلات المالية الممتدة لمصر مدة ثلاث سنوات وهو القرد بقيمة 12 مليار دولار وأنه قام بإصدار ثلاث شرائح من القرد بقيمة 6 مليار دولار وأن الحكومة قد تسعى إلى برنامج متابعة مع الصندوق أو البنك الدولي دي كلها نقاط تم بكرها آخر نقطة بس اللي أنها مهمة برضو تجاه آخر النمو الاقتصادي هي متكلمة عنه ده الأمر السابع متكلمة عنه أي لأنه قطاع التنظيم اتوسع نظرا لارتفاع تكاليف المدخلات اللي هو قطاع البناء والطاقة وأنه دول المحرك الرئيسي لنموه البناء والطاقة خصوصا أنه إنتاج حق لظهر حيساعد بشكل كبير على خفض تكلفة وردات الغاز وبالتالي تنامي الثقة في توفير العملة الصعبة وده الأمر طبعا اللي حيشجع قطاع الأعمال ويساعد إن شاء الله في جذب مزيد من الاستثفارات الأجنبية طيب انتهى دي خلاص دي النقاط اللي احنا اللخصناها لحضراتكم في تقرير ليه الحاجات دي بتكون مهمة؟ لأنه لما بيجي حد يفكر إنه يعمل مشروع في مصر أو يفتح مصنع في مصر أو يدخل شراكة مع شركة قائمة بالفعل أو يبدأ حاجة جديدة في المشروع الجديد أو يستثمر بأي شكل من الأشكال استثمر مباشر أو غير مباشر لازم بينظر إلى مثل هذه التقارير تقارير البورصة بيشوف الحاجات دي وبيشوف الفيدباك أو الأراء العامة كده من هذه المواقع وهذه المجلات وهذه التقارير الخاصة المتعلقة بالاقتصاد في مصر فلما بطول الوقت بيبقى شايف إنه في مؤشرات إيجابية في نظرة تفاؤلية التصنيف الايتماني مثلا لكل فترة بنتكلم أحضراتكم عليه إنه بيرتفع تصنيف الايتماني يعني بطريقة كده سريعة وبسيطة جدا يعني قدرة الدولة لما تقول إنه تصنيف الايتماني للدولة دي زاد يعني قدرة الدولة إنها تسدد المدينيات اللي عليها لأنه طبعا لما الدولة أي دولة بيكون عليها قروض ومدينيات كتيرة جدا ولا صمح الله بتقف في مرحلة إنها عجزة مش عارفة تسدد حدها أو تفي بهذه الأقصاد دي بتبقى مشكلة واليونان كانت مرت بحاجة من كم سنة فاتوا وقريبة جدا بهذا يعني بشكل مختلف بس قريبة من الفكرة دي وبالتالي أي مستثمر بينظر لهذه الأمور التقارير الاقتصادية المركز الايتماني أو تصنيف الايتماني للدولة المؤشرات الاقتصادية بتقول إيه دي حاجات مهمة جدا ففي الوقت اللي إحنا بنقول فيه إن إحنا بنبني عاصمة إدارية علشان نجيب استثمارات طلعنا قانون الاستثمار شغلنا قانون الترخيص الصناعية عملنا اللوايحة التنفيذية وبدأنا نشتغل عليها لازم كمان طول الوقت تبقى عارف الغرب كيف ينظر إليك لأنك لو إنت شغال في ده وعمل كل اللي عليك وزيادة وبره مفيش حاجة محسوسة باللي إنت بتعمله جوه ده لوكالي ده فإنت هنا يبقى عندك مشكلة تواصل كبيرة جدا خلينا نروح بقى الخبر محلي بحث